أهلا بكم جو عالم سمسم اللي عايش في نادي الزمالك الآن وإن مصيره متحكم فيه مختل منتفع وشوية منتفعين من حوله وتخلت لعب عالة زي عبدالغني يرد ويناطح ولا كأنه مركز شباب في قرية خلت لعب عالة يفتكر نفسه لعب بجد طبيعه ومنطقة وبديه في أي نادي في العالم إن لعبة لها رواتب أعلى ولعبة تانية بتاخد رواتب أقل ده نظرا للإمكانيات والقدرات رونالدو كريستيانو في السعودية في النصر مش هياخد زي لعب مغمور ولا حتى حجازي بتاعنا هياخد زي كلبالي وعندنا أبسط مثال أحمد السيد زيزو مش هياخد زي باقي اللاعبين ده قالب بيها جدعان طبيعي ومنطقي واللي يقولك إن اللاعبة بتبصل بعضيها وده بيبوص قط اللبس فده مضحك فشخ والله العظيم مضحك فشخ أحب أقولكو أحب أقولك يا جدعان إن أشرب بن شرقي أبسط الأشياء أشرب بن شرقي لو أنت شايف الإضافة اللي هيقدمها نضاي وشلبي هتقدم زي اللي هيعملوا بن شرقي خلاص لهم حق إنه يطلبوا زيادة إنما أشرب بن شرقي لوحده بسبب الفرديات بتاعته كسبنا بطولات وسبحان الله أنا أحب أقولك لو تعاقدك مع عشرب بن شرقي اللي أنت بتقولي هيبوز قط اللبس اللي هو أساسا خلاص صراح بيرامدز لو أنت شايف إن ده بتخلي اللاعبة تبصل بعضيها وبيبوز قط اللبس يا عم يبوز قط اللبس مين في القوضة لبنت لازينا؟ مين في القوضة لبنت لازينا اللي عندنا؟ سبحان الله ده الزناري وعبد الغني وشلبي ونضاي والسيسي والدونجا والجزيري وأخيرا عمر جابر والله العظيم لو بازت في مصلحتنا جدعان عمر جابر المضحك عمر جابر شيكابالا شيكابالا الماتش اللي فات ودف واحدة ودف واحدة ودف واحدة وفراد كان بيجري يا جدعان وهو بيقول لسان حاله بصوت محمد هنيدي بيقول يخرب بيتك يا رياض مش يخرب بيتك يا شيكا والله العظيم فضل يجري لحد ما كورة طلعت برة خالص فكرني بمحمد هنيدي وهو بيجري وراء النعامة في فيلم صاحب صاحبه عموما كل المؤشرات بتقول إن الزمالك داخل في دوامة ما يعلم بيها لربنا وده بسبب الإدارة الفشلة اللي ما بتشتغلش أساسا لصالح نادي الزمالك العظيم كلها مصالح شخصية وتسوية حسابات المضرور الأول والأخير منها نادي الزمالك العظيم تحية الحياة إذا كانت جوارك زمالك